موسيقى فكرة كل المعرض صارت بالوقت اللي كان فيه خمس أحداث لقتل نساء خلال أسبوع واحد كون دايما كانت هي براند عندها إحساس عالي بالمجتمع اللي هي موجود فيه معظم القطع الموجودة هي قطع في لقلها قصص فما قدرت أكون عم بصمم إشي جميل وهو كل هالبشاعة عم بتصير حوالي فبناء عليه قررنا إنه بدنا بهذا المعرض يكون فيه مسج عن العنف ضد النساء وإنه نأكد لكل النساء اللي حوالينا إنه بغض النظر عن العنف الموجود نحنا موجودين إحنا سامعين وكل حدا فينا بقدر من المحل اللي هو موجود فيه أنا شخص صغير مختص يعني أنا بالآخر مهندسة بس إذا بقدر أعمل إشي كتير صغير وأمشي خطوة جديدة وأرفع صوتي وأحمس أي ست بتتعرض للأزة إنها ترفع صوتها بكون عملت إشي بقدر عليه بناء عليه قررنا نعمل هذا المعرض المعرض هذا فيه مسج بتأكد للستات إنه حقهم إنهم يعيشوا بأمان وإنه هني بغض النظر عن اللي صار معهم هني أقوى من الكسر إذا بنشوف هون مع بعض في عندي الكرسي المكسور لأنه رندا تم الاعتداء عليها بكرسي ببيتها مها تم الاعتداء عليها بمزهرية برضو ببيتها منال نضربط بمرأي سمر نضربط بطاولة جانبية وريم بسايد لامب المسج لكل هدول النساء إنه هني أقوى من الكسر هذا المعرض بالتعاون مع جمعية اتحاد المرأة الأردنية اللي عم بيعملوا الشغل كتير مميز عم بيدعموا كتير نساء عندهم خط مفتوح دايماً لأي وحدة من النساء المعنفات وجزء من الإرادات إذا أي حدا بيشري أي قطعة فرنتشر مكسورة جزء من هاي الإرادات رح يروح لدعم الجمعية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر